أذكر مرة كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه قدم للمدينة يلقي محاضرة في الجامعة الإسلامية وأطلب مني أن أقدم للشيخ رحمة الله عليه أقدم له المحاضرة فبين يدي المحاضرة بدأت أقدم وعرب الشيخ فقلت نحن في هذا اليوم الطيب المبارك مع سماحة الشيخ العلامة قال أسكت أمام الحضور حتى ما انتظر أكمل قال بصوت أسكت أسكت لي الشيخ رحمة الله عليه فحتى أنني وهي موجودة في شريط أرتبكت ما عرفت كيف أكمل التقديم زجرني الشيخ في نفس المقال أسكت وبدأت أجمع أجمع الكلام مرة ثانية أقدم وقلت الشيخ بين طلابه ومحبيه وبدأ الشيخ لك كلمته المدح عندما يعني يكون الإنسان لا يرضاه ولا يقبله ويمنع منه لا يضره أما إذا كانت نفسه منشرحة للمدح وفرح به ويتحرى مدح الناس له هذا يضره ويهلكه وكم من إنسان أهلكه المدح وأضر به ونسى الله أن يحفظنا أجمعين اشتركوا في القناة